بمناسبة زملائك اللي بتتبع اللقاء لما نزلنا تنويه هذا اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الجماهير المصرية كانت سعيدة جدا بهذا اللقاء وتنتظره ومن بين هؤلاء كان النجم المصري الكبير أحمد حسام مميدو كان يلعب في مرسليا وقت ما كنت تلعب أنت في اليو وقال لي أن جوفاني ألبل كان واحد من المهاجمين الكبار جدا وطلب مني أني أسلم عليك بالنيابة عنه ويقول لك يعني سعداء بوجودك على التلفزيون المصري ميدو أنا يريد تكون سمعني أنا مبسوط جدا أن أنت حاليا بتشارك في التحليل ومبسوط جدا أن أنت حاليا ممكن تكون متابع الانترفيو بتاعي على قناة مصرية دايما أنا مبسوط بك ميدو وبسلم عليك وأتمنى أن أشوفك قريب طيب بالمناسبة بمناسبة ميدو لما كنت تلعب وقت ما كان ميدو يلعب كرة القدم مع فريق مرسليا الفرنسي في بداياته كان إيه أكتر المميزات اللي كنت بتشوفها في ميدو وقتا ميدو لعيب قوي جدا لعيب مهاجم مهاجم بطريقة مخيفة تخوف الدفاع مش بس بيلعب أن هو بيلعب لنفسه لا هو كمان بيقدر أنه يفتح المساحات لزميله يقدر أنه ياخد الدفاع في مكان في ظاهره عشان خاطر أنه يفتح مساحة لحد تاني أنه يقدر يخش ويسجل ميدو لعيب زكي جدا اشتركوا في القناة